أنا متفرج وبشكر قناة الأهل أنها أزاعت قبل مباراة الأهل يتزمانك مباراة سنة 2007 على ما أعتقد أربعة وثلاثة كاس مصر اللي الأهلي كسب بجوليل للكابتن وزاما حسن لكن أبو تريكل حياة في الدقيقة الأخيرة من الشوت الثاني جابت تعادل لا أنا أعطي أقول يعني إحنا تعادلنا فلعبنا إكسترا تايم وفي الإكسترا تايم إحنا كسبنا المباراة وكان الزمالك بيعمل واحدة من أفضل مباراة على الإطلاق كرة القدم تحكمها قاعدة مهمة جدا اسمها التوفيق وعدم التوفيق التوفيق وعدم التوفيق بشكل عام فاندي مش على مبارح لأن مبارح كان واضح لماذا التوفيق لأن التوفيق يحتاج إلى مشيئة والكون ما بين إرادة إرادة يعني رغبة في تحقيق شيء ومشيئة هي إنفاذ الإرادة بتحقيق الشيء أنت تريد أن تنجح هذه مشيئة المشيئة دي للبشر أما الله سبحانه وتعالى فهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون المشيئة ليه لأن الأمر يتعلق بالرزق الفوز من ورات كرة قدم رزق وهو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب ده بيتطلب أن نستخدم الأسباب الأرضية أن نبزل جهد أكثر وهكذا نرجع بقى تبزل جهد أكثر أنا أريد أن أعرف كم لاعبا أساسيا غاب عن النادي الأهلي بعضهم قبل المباراة بتلت أربع أيام فقط هم الأساسيين حسين الشحات وطهر محمد طهر وأبليهم أنت أنت عندك 11 لعب سبنا من الإصابات الطويرة أكثر توفيق وعمار حمدي لأ أنا أتكلم على الإصابات المزمنة زي إصابة بدر إحنا كان ناقصنا 11 لعب أي فريق كرة بالكامل كان غائبا واللعيبة اللي بتلعب ديه واحد زي عمر السلية أنا أشفقت عليه لأنه لعب 206 مباريات في آخر موسمين لعبة الأهل بقى لهم ثلاث مواسم متتالية محدش فيهم أخذ راحة سلبية ده كان بيبقى موجود في كل المواسم السابقة على ده محمد صلاح وسادي وماني وكل لعبة أوروبا بيعملوا لهم إيه اللي يعملوا في الأجازة ألا يقتربوا من أي شيء يخص العضلات بتاعتهم لأنه إنها خلايا إنسانية وليست خلايا حيوانية تلك التي تتحمل أنا لو ما كان أي لعب من النادي الأهل الحقيقة الحقيقة أول ما شوفوا الكرة حقرف أبقى مش عايزة أحط رجلي فيها قل لي هل شعرت بهذا قبل ذلك أم لا أنا كلاعب يعني حصل تعبت واحد تعب إحنا بنلعب ثلاث مواسم